حققت شركة الكبرى المدرجة في السوق المالية السعودية نموا ملحوظا في أرباحها في الربع الثاني من العام الحالي في إشارة جديدة على تعافي أكبر اقتصاد عربي من تداعيات جائحة كورونا في حين زادت أرباحه كلنا من سابق والبنك الأهلي ومصرف الراجحي بنسب تفوق كثيرا معدل نمو المملكة المتوقع هذا العام والبالغ اثنين وأربعة عشر في المئة فإن أنظار المستثمرين في الرياض تترقب النتائج الفصلية لشركة النفطية العملاقة أرامكو أسعار النفط تسجل صعودا صاروخيا فتتدفق الأموال إلى الميزانية السعودية لتساعد المملكة على التوسع في الإنفاق فتحيل المزيد من المشاريع على القطاع الخاص ويظهر أثار كل ذلك على أرباح الشركات سواء أكانت مدرجة في البرصة أو خارج أسوارها المملكة الباحثة عن تنويع مواردها تريد مساهمة أكثر للقطاعات غير النفطية وهو أمر آخذ في التحقق التدريجي وإن كان اقتصادها ما زال شديد التعلق بأسعار الخام الشركات الكبرى في المملكة والمدرجة في برصتها تحقق المطلوبة وأكثر فالشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك عملاق الشرق الأوسط في قطاعها تربح ملياري دولار في الربع الثاني من العام متجاوزة خسائر الفترة ذاتها من السنة الماضية مدعومة بزيادة الطلب على البتروكيمويات والأسمدة والحديد وانتعاش أسعارها الأهل أكبر بنوك المملكة يربح خمسمائة وأربعة وستين مليون دولار في الربع الثاني ينموص في عوائده بواقع واحد وأربعة عشر بالمئة أما الراجحي أبرز المصاري في الإسلامية السعودية فتقفز أرباحه الفصلية بنحو ثمانية وأربعين بالمئة وصولا إلى تسعمائة وواحد وستين مليون دولار الأحد المقبل تتجه أنظار المستثمرين في المملكة وخارجها إلى مقر العملاق النفطي أرامكو فالشركة الأبرز في بلادها ستعلن عن نتائجها الفصلية وهي التي ربحت قرابة 22 مليار دولار في أول أربع العام بدعم من صعود أسعار الخام أذاء فصلي مثالي ذلك الذي حققته كبريات الشركات في المملكة فبياناتها المالية تمنح المزيد من الزخم للبرصة السعودية وتعيد تدوير السيولة في الأسواق وتمنح اقتصاد البلاد مزيدا من أفاق النمو